سننتقل لمتابعة أخبار فريقنا الأول لكرة القدم في نادي الأهلي خلينا نبقى قليلا مع منتخبنا الوطني الأول وأخبار صارة وإيجابية جدا بتؤكد أفضل الاختيارات اللي تمت في الفترة اللي فاتت والصفقات المميزة اللي كان مجلس الإدارة والفريق المشرف على التعاقدات ورؤية التطوير الخاصة بكرة القدم وفي مقدمتهم الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة مع لجنة التخطيط والتطوير قد إيه الصفقات دي كانت مؤثرة على شكل وأداء ونتائج الفريق محليا وأفريقيا وأيضا بتنعكس على المستوى العام للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي وده بيدل عليه العدد الكبير اللي بيتم اختياره استعدادا لارتباطاتنا القادمة ومبارياتنا الرسمية القادمة في التصفيات الأفريقية لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بيصل عدد اللاعبين وده بفكرنا بالفترات اللي فاتت اللي كان دايما الجمهور بيقول فيها المنتخب بيتأثر فنيا جدا بحالة النادي الأهلي لما بيكون وده غالبية الجمهور كان بيقول كده أن المنتخب أداءه ومنحنة وكيرف أداءه بيزيد وبيرتفع لما بيبقى الأهلي في أفضل حالاته ده اللي شفناه في فترة جيل النجوم الكبار تريكا وبركات وجمعة وكل المجموعة المميزة اللي كانت معنا في النادي الأهلي وكانوا طبعا متألقين على مستوى منتخب مصر وعلى المستوى الدولي وعلى مستوى المباريات مع النادي الأهلي محليا وأفريقيا بدأنا نشوف السيناريو ده بيتكرر في طبعا مرحلة في بداية هنتمنى أنها تستمر بنفس القدر وبنفس الاستقرار الفني مع الجيل الحالي من نجمنا ولعبينا بيصل عدد اللاعبين المنضمين لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى عشر لعبين من النادي الأهلي طبعا بيطلبهم الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول للانضمام لمعسكر المنتخبة اللي بينطلق إن شاء الله يوم 5 من نوفمبر المقبل استعدادا لمبارتين كينيا وجزر القمر المقرر إقامة طبعا المبارتين في يومي 14 و18 من نوفمبر ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 في الكاميرون النجوم والنجوم اللاعبين اللي تم الاتفاق على أسمائهم أو اختيارهم وتكلفهم من جهاز المنتخب بقيادة كتن حسام البدري هم أحمد فتحي ومحمد الشناوي محمد هاني محمود وحيد رامي ربيعة أيمن أشرف عمر السلية حمدي فتحي مجدي أفشا وحسين الشحات والبقية تأتي إن شاء الله ومزيد من نجوم النادي الأهلي يكونوا مؤثرين ويكونوا من وقود المنتخب ومن القوى الدفعة لمنتخبنا الوطني الأول إن شاء الله في البطولات القادمة اللي بيأخذها المنتخب وفي مباريات التصفيات المؤثرة في طبعا مشوارنا واتجاهنا نحو نهايات كأس الأمم الأفريقية بإذن الله